موسيقى نقبلوا الأسلحة ونجيبوها الهناء كان عندنا أماكن لي خبوا فيهم سلاح وعد بلاسة في واض البيض في دار علي بازي رحمه الله متى تشهد مع ابن بول عيد فتضربها متعربوص بعد ويتشهد معاه كان بلاسة ثانية في الحريق جيت إنوغيسن ثانية كان واحد صجرة مع واحد مناضي قلوا تغذى موحمد صغير ثانية كان نخبوا سلاح في واحد في واحد مثلنا صجرة كبيرة خشينة هكذا ده يخبئوا فيه سلاح طيب فضل المجموعة هذي اللي كانت في جبل 14 هؤلاء كانت في جبل قبل نفمبر هما اللي يحافظوا على السر ما كان حتى واحد يتحرك يتحرك الشعب نبطلوا في الليل ما كان الشاب مولئة إذا أعطاننا أمر قال كده سيتم تكونوا تكونوا كرشل واحد إحنا الوراسي يجبنا نحضروا نحضروا للصورة في كل وقت على بالك وإحنا دايما الإسترال عندنا إحنا عذا أعطى إحنا في كل وقت الإسترال عندنا وخاصة نجمعات يجبوهما هذو بتات رابع بن طوبال بن عودة زيرو ديوسي دوش موراد بحباشي بوصوف عبد الحفيظ هذو كل جابهم جابهم تكشفوا ما نتخرج جابهم عندنا إحنا إحنا اللي كنا نخبئوا فيهم بن بول عيد عطانا أمر نهار ربع أوكتوبر بعد ما نظمنا رمور الفواج واتطافقنا على الأسئلة على الفواج حتار الفواج رأنا اخترنا المسؤولين اللي يقوموا بالفواج يجبوك نسمي حتار الفواج كل الفواج وين راح مثلا إحنا كلفناه للبسكرة قال إنتا تروح البسكرة على البلك كانت وعرق شوية انطرقا طاعة الصورة ما فيها الأجبال لا ولو ما لا قال إحنا في كل وقت نعرفوا جهاتي على بلك كنا نجولوا إحنا نكون نجولوا من بسكرة حتى الخنشرة هذي ما لا قال إحنا كلفنانا حوتهم بالحايد رب يرحموه وعوسين بابد السلام مات ربي يرحموه هنا في استقلال ماتوا في الصورة الشعيد ما لا يكلفناه باش نفجروا الصورة في بسكرة قلين بالقاس من المجموعة هذي كلها كانت في جبل وكلفهم بالتنظيمات هذي الشيغية وبالتنظيمات باش يفجرون الصورة في كل وقت احنا كانت خلايا كاننا خلايا كل خاليا ما زالنا فيها عشرة والأحداش هذوك هما المناظرين اللي نكلفوهم واحد مثلا يتصل لغي سيجيب الخبار مثلا السعمار واحد مثلا يتكلف بالاتصالات مثلا اللهم ببعض في كل وقت كنا كانت اتصالات توقع حاجه اللي هنا يزي ملغد وهذا التلحق تلحق تلحق نتصل احنا الفواج اللي كلفهمهم بالعيد وجودها من قبل نوفمبر عندنا الفواج اللي يدخلوا لباتنا كانوا اربعة أربعة فواج كانت قطارنات منتاع السبايس زوج ووحدة تاريور ووحدة اسمها المجموعة الدركة الفرنسي فياك الوقت قارض موبيل فياك الوقت كان قارض موبيل راح قرين بالقاسم قرين بالقاسم ربي راح مولي حاكم الفوج متاعه كان معانا علي بازي اللي كان عنده سلاح في وضبيض حاكم القطارنات منتاع السبايس وكان الموحمد بن ناجي نجوي ناجي وكان معانا مثل إبراهيم بوستة هذو هم أربعة دخلوا لباتنا بعد موقع الاختلاف بين المصاريين والمركزيين ولم بعد ما تفهموش ببعضهم المركزيين كان عندهم تصوارد ما حبوش يعاونوا يعاونوا المصاريين بعد موقع الاختلاف مالجمع تفقوا قال لك قال لهم بمولا ايضا احنا عنا ثمانمية منظف لاوريس سروا كل مسلحة أنا يجيز من دير الصورة الناس كلها في فرنسا تحوش عليهم كيفاش عدوا يدخلوا في فرنسا يدخلوا للحبس ما كانش قال لهم لازم نقوموا مالا ما تفهموش كان بالاتصار هو بوظيف ثلث مرات يروح لفرنسا راحوا يجيك المصالي يحاولوا فيها مصالي مالا بينات ترجع للحق قال لهم احنا المركزيين راهوا ما عبوش يعطونا المال في كل وقت بسطح المصاليين عندهم اشتراك شيء قليل ما قال لهم يزمنا لازمنا ندير الصورة مصالي الحاج ما حبش مصالي الحاج واش قال لهم قال لهم يزملكوا ندير الصورة جانا كما ثمانية ماية صطيف وخرطة وقال لهم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة